اشتركوا في القناة احنا اعرض لكم بأبرز مواتنا بتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات برنامج أو تتواصلون إلينا عبر برنامج الواتساب الرقم الأخير المخصص لبرنامج الواتساب للحلقة حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة أتمنى تكون الرسالة معكم متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف منه كتابلنا ومن وين جتنا الرسالة مشاهدين الكرام نبدي حلقتنا اليوم من محافظة صلاح الدين حكومة السوداني توصف نفسها أنه هي حكومة خدمة أما إعلامها المسيس يوصف هذا العام بأنه هو عام الانجازات يعني ما باقي لنا شهرين نكمل نص الأربعة وعشرين وما حتى شاف إنجازة حد الآن اللي دي يصير على أرض الواقع شيء عكس هذا الشيء تحديداً مثلاً صلاح الدين خرج جسر الفتحة اللي بقضاء بيجي واللي يربط القضاء بمحافظة التأميم خرج عن الخدمة بسبب ارتفاع مناسب مياه نهار دجلة أحد شهود العيان يقول أن الجسر الحديدي بمنطقة الفتحة خرج عن الخدمة صباح الجمعة بسبب ارتفاع مناسب مياه نهار دجلة وهذه المرة السادسة اللي يخرج بها الجسر عن الخدمة من دون أن تلقي الحكومة حل جذري لهذه القضية ودون أنه يتم تشييد جسر بمواصفات متينة حتى يخلون حد لقضية خروج الجسر الحالي عن الخدمة ما موجودة خلونا نستمع سويا مشاهدين الكرام لشهادة عدد من موظفي شعبة اللحيم بمحافظة صلاح الدين وتأكيدهم أنه جسر الفتحة خرج عن الخدمة حالهم كادر شعبة اللحام الأبطال أتوا لصيانة الجسر العائم الرابط ما بين محافظتي كركوك وصلاح الدين طبعا كما تشاهدون صعود منسوب مياه دجلة بشكل غير طبيعي الذي سيجبرنا الإضطرار لإيقاف خدمة الجسر أو خروج الجسر عن الخدمة بسبب صعود منسوب المياه وكما تشاهدون المياه سوف تعبر من فوق الجسر إذا جيب لنا اللايتين حتى نشوف المشاهدين طبعا فيها الساعة القادمة إذا ما بقي صعود مياه دجلة على هذه الحال فسوف يتم قطع الجسر وخروج الجسر عن الخدمة طبعا للعلم مناسب النهر هي نازلة عن الحد الطبيعي عن اللي احنا نعرفه قبل 2003 ومع ذلك يقول لك ارتفاع المناسب أدت إلى خروج جسر الفتح عن الخدمة نانا عندي سؤال دي لح علي جلدي دايحوكني أردا أسأل هذا السؤال بغداد بزمن الملكية كان أكو جسر معروف واللي أتصور حسب ما قرأت بالكتب أنه مكان اليوم هو جسر الأئمة اللي يربط منطقتين العظمية والكاظمية كانوا يقولون أكو جسر قديم اسمه جسر أبو الدوب جسر أبو الدوب اللي هو جسر محطوط على دوب جوا من اليمن واليسرع حتى تشيل الجسر أتصور جسر أبو الدوب بالعشرينات والثلاثينات ما في اليوم خرج عن الخدمة إذا ارتفعت مناسب النهر لكن بالألفين واربع وعشرين لا تخرج الجسر عن الخدمة عفنا من جسر أبو الدوب بالحصار أتذكر كل جزيان يطلع لي واحد فلت ولوتي ويقول لي أنت مساكن بصالع الدين أنت شنس سكن بغداد أي أوكي حبيبي أني سكن بغداد بس بغداد كان يفيض النهر ومن نفيض النهر لوني يصير خابط ولما نعلن منسوب مات أهاليتنا يقولون فاضة بأماكن ثانية ما كنا نسمع أكو جسور تخرج عن الخدمة لما نفيض النهر بذاك الوقت لما نشان ماسوبة ثابت وعالي فما بالك اليوم عندك جسر أولا عائم بالألفين واربع وعشرين بوقت الديمقراطية للعراق بإمكانه يستورد كل شي يسوي جسر عائم وما يبني جسر ثابت وعاد عامات ومساند وما يقدر يتحل هذه القضية وست مرات يخرج عن الخدمة جسر الفتحة ما شاء الله نطلع من صلاة الدين نروح إلى محافظة لمبار انهيار أجزاء من الجسر الحديدي اللي بالفلوجة اللي هو قيد الإنشاء هذا اللي أسفر عن إصابة ثلاث عمال وغرق واحدة من الآليات اللي تستخدم للتبليط في نهر الفرات قبل أن يتم افتتاح الجسر بأيام من المفترض الأسبوع الجاي اللي بعده ينفتح الجسر المصدر اللي أقر الخبر وقاله أشار أنه جزء من الجسر الحديدي اللي هو القديم لمدينة الفلوجة واللي حالياً ده تم إعادة تأهيلة أو عمليات تأهيلة انهار جزء من هذا الجسر ما أدى إلى إصابة ثلاث عاملين بجروح وغرق آلية تستخدم للتبليط بوسط نهر الفرات المصدر يضيف أن الجسر يربط الفلوجة بمدينة الرمادي اللي هي مركز محافظة أنبار أو بما يسمى طريق الرمادي القديم مصادر محلية حملت محسوبين على رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي المسؤولية اللي جاي يصير للجسر لأنه هم يفرضون على كل مقاول اللي يشتغل أن يدفع النسبة من المشروع بوقت يحاول بين المحسوبين على حلبوسي تحميل المحافظ السابق للأنبار علي فرحان اللي ينشق عنهم مسؤولية اللي صار للجسر بمحاولة تملص ذولة أو ذولة من المسؤولية وبكل الأحوال إذا كان من شق أو لا هي تخص حلبوسي وجماعته تعالوا نشوف تعالوا نشوف واخرانا كبير اللعب الجسر الحديدي مالفلوجة إلى صولة وجولة خصوصاً بمعركة الفلوجة الأولى الجسر الحديدي مالفلوجة القديم اللي تعلقوا عليه الأربعة من من مرتزقي شركة سبايكر بوش كل اللي أردل أسألها هنا جسر تحت الإنشاء أو تحت عمليات إعادة التأهيل مثل ما هم يقولون رسمياً بعد أيام من المفترض يمفتح ألف الحمد لله والشكر ما مفتح الجسر وفاتن سيارات وفد ثلاث أربع سيارات ملي بها وقع بالمي ألف الحمد لله والشكر لكن السؤال اللي ينطرح عيني أبو البلدية أبو الشركة المنفذة أبو أي واحد لازقين الجسر بصمغ أميري ما عدكم دعامات أو ما عدكم شياش قوية تسوون به الجسر حطي للتولة لاستيقات مالفلوس بشنو بسويني الجسر لدرجة أنه قبل ما ينفتح وقع من ينفتح شي صير ننتظر توقع اللخ لو صفحة اللخ هذا اللي داي يصير بالعراق الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وقالت عمر الجسر اللي بصفة صارت عليها معارك أكثر من عدد براغية من زمن الإنجليز وماتز وهذا قبل التجشين سيس بالمي دكتور عمار ياسر العايدي هو هذا الشغل حاليا بالعراق كل قص أشرطة وتصوير وكل رقابة على العمل وكل رقابة على العمل ماكو أغلب المشاريع غير مطابقة للمواصفات وشروط السلامة ناء العماد لا لا الحكومة زينة وخوش تقدم خدماته هذا عامل إنجازات النايلونية وعاصم الجميل يقول الفساد والنسب الماخوذة من المقاونين هي السبب أجبني تعليق في أول تعليق ريته اللي هو من عمر يقول يقول الجسر اللي بصفة صارت عليها معارك أكثر من عدد براغية من زمن الإنجليز ومهتز يعني هسا إذا نطلع واحد ويحسبنا البراغي مع الجسر القديم ويشوفو لنا شقد عددهن ونقارن شقد الحروب حسب تعليق الأستاذ عمر اللي طب بها هذا الجسر وأنا أقول لكم إذا إذا بني من زمن الإنجليز فتحسب معارك الاستقلال الثورات اللي صارت بالعراق من أول انقلاب قادة بكر صدقي إلى رشيد علي قيلاني إلى الضباط الأحرار إلى الأربع الكبار إلى ثورة الشواف إلى ثورة نظم الطبق شلي إلى هوايا أمور وعندك الحروب اللي طب بها العراق مشاركة العراق في حروب فلسطين والعرب سير الدبابات والصرف من وإلى هاي كلها إضافة إلى تحرك القطاعات العسكرية منذ تأسيس الجيش العراقي قبل مية واثنين سنة إلى هسة أو مية واربع سنة إلى هسة قيس هن ذن يكل هن وعندك معارك حرب إيران وراها أم المعارك وراها القصف اللي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من مرة وراها الحواثم وقيس والجسر لحد الآن واقف وعندك جسر صار لهم سنتين يشتغلون به قلوا للحادلة أو الآلية اللي تستخدم للتابليط إشقس سعرها شم مليون دولار هاي قضية عوفوا الشوارع والجسور ومشكلة الشوارع والجسور أكو مشكلة بالعراق ما لها حل واللي أنا ما جاي أفهمها سمعتوا بالفترة الأخيرة شبكة الابتزاز اللي اتورطت بيها مؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي نختصرها بلوغرات فاشينستات وياهم ضباط أكبار وبوزارتي الداخلية والدفاع سمعتوا بيها محاولة حكومة السوداني أن تلملم هاي الفضيحة لما نعتقلت عدد من الضباط واكتفت الحكومة أنه هي أعلنت إحالة المتهمين للتحقيق على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللي وقح يا رسول من دون أن تكشف من ذوله حتى على الأقل تلم الفضيحة شوية ما يوجه أبيض هاي الفضيحة اللي طرقت مسامع الرأي العام بوفقه لمصادر أمنية مطلعة أنه قائمة شبكة الابتزاز ضمنت عدوا يا أيا مستشار وزير الداخلية اللي وقسعد معا اللي أحيل لأمرت وزارة الداخلية مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق الركن سعد العلاق اللي أحيل أيضا إلى أمرت وزارة الدفاع إضافة إلى ذلك شملة القائمة 14 ضابط برتب مختلفة من الوزارتين الداخلية والدفاع وتحدثت مصادر أمنية أنه عشرات الضباط غير ذول اللي نعلنا عنهم متورطين بهاي الشبكة طبعا ذول الضباط ما متهمين أنهم مدى يقدون واجبهم لا ذولهم متهمين أيضا أنهم مدى يوفرون حماية لعدد من المؤثرات أو البلوغرات أو الفاشينستات اللي تحولا إلى شخصيات فوق الدولة ما حد يقدر يواجههم وصل الحال بيهن أنه يسدون شوارع وصل الحال بيهن أنه الناس ما تقدر تحكي إياهم أو تعترض عليهم بسبب أنه أكو ضابط أكو رتبة أكو نجوم ومراسيم جمهورية على اشتافات فجم معد يحميهن الذني هذا اللي صار بالعاصمة العراقية بغداد من أم الكدلك اللي دا شوفوها أمامكم هنا تعالوا نشوف عمو هاي البنية ما ترضي ترجع هذا الرجال تشبير الشيبر محترم يا مفهد هاي يا مفهد يامل يشيش عينه مفهد وهذا شوفو يا عالم العراق شايف شوف هي والله والعالم متفرجة ما شاء الله متفرجة ما شاء الله والله يا عمو مفهد دور لتنبقا يا عمو طرقاء عمو التنبقى ترجع موجو لماذا ترجع قبكاني هاي شوفو العالم باوا يا مفهد قاطع الشارع والله عمو خوش شوف ما ترضى ترجع باوا تقوم كيف تقولانا الدولة هاي يا عمو تدهور والله عمو كارث هذي الشعب يا بم فهد قاطع الشارع متى ترجع واحدة من القطع مكتوب عليها حامرابي اقف يا حامرابي لو تعرف يصير بالعراق اقف لو تشوف حال العراق لما نشنت انت تحكم امبراطورية بيها تشريعات ومسألة حامرابي الشهيرة والكتابة المسمارية اللي هي الكتابة اللي علمت العالم القرائي والكتابة وى 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 أنا بس عندي سؤال من أم فهد؟ والله عظيم دا نسمع بأم فهد أكثر ما نسمع برلمانيين بالبرلمان دا نسمع بأم فهد أكثر ما نسمع تصريحات الوزير التربية ووزير الصحة ووزراء بالدولة أمنيين ما عرف شنو الناس صارت تعرفوا باسم أم فهد أكثر ما تعرف يونس محمود شام قول جاب وبالألفين وسبعة هو السبب أنه جاب كأس آسيا الي أول مرة في تاريخ العراق الناس صارت تسمع بأم فهد أكثر من محمد الشيعة السوداني أم فهد عندها نجازات أكثر من محمد الشيعة السوداني شنو النجازات سادة شارع حبيبي أدها كذلك سادة شارع بيها وما حد قادر يحكيو إيها ومهددة ناس وضربة ناس وكو اتهامات لها خاطفة ناس ولحد الآن ما حد يعرف منه أم فهد شتشتغل شمسوية شمقدمة للعراق منه هي هاي أم فهد اللي كل فترة طارعت لنا بسيط جديد والعراق هذا اللي اليومية ملتزم لبلوغر وفاشنسته وغيره وغيره اللي يأما يستقبلهن بوزارة أمنية لو يستقبلهن بتكريم ضباط للجيش لو يستقبلهن ما أدري وين الماكيرا فلانة البلوغر الفلانية الفاشنسته الفلانية ورا يستقبلوهن في افتتاح مع المحل طرشي ما حد يدري شنو الفيلم بس عدنا أنفهد الإنجاز الكبير أنه هي سادة شارع ألف الحمد لله وشكر أنا دا أطمئن على الأمن والأمان وقانون العراق والسير بالعراق واحترام القانون ودا أطمئن على سيادة الدولة بشكل كبير جدا خصوصا لما أعرف أنه السيدة العزيزة الأولى بالعراق أم فهد موجودة شفت اللي سوات أم فهد؟ أدنى نموذج ثاني لما رجال المرور يحاولون أو القوات الأمنية أن يدخلون أكثر من فيديو نقلنا بالفترة الأخيرة إلى امرأة أو شابة أو كأم من تكون هي سيلة من الشتائم مع اعتداءات لفظية خصوصا من المؤثرات بالسوشيال ميديا ليش؟ لأن الدولة بيجوبهم أبعبهم وأكو ناس توثق اعتداءاتهم على رجال المرور من دون خوف بسبب وجود أنه أكو ناس تحمي ظهرهن يسندهن ضباط كبار ومسؤولين متنفدين وإذا تذكرون الفيديو لما وحدة خابرت لواء ما أدري منه قلت له شارع عزلة وإذا تحكي يا الضابط واللواء يحكي يا يقول له افتح لها الطريق هاي فلانه خلونا نشوف شن اللي صاروا يا رجال المرور هاده طيح الله حظك وحظ الخلاك عوفي الأولى عبد الامير الشمري الله يساعدك أخوية جدتك وحدة تدري لو ما تدري مدير شرطة بغداد بلز ما أعرف بيها محافظة مدير الشرطة جدتك وحدة مدير الأمن العامة جدتك اللخ تدرون لو ما تدرون أريد أسألها للبنية بعيدة عن كل شي أنت قلت لك كلمة قلت لك إنه هو قال لك زبالة فلنفرض إنه هو قال لك زبالة تتجاوزين بهاي الصورة وين الأنوثة أصلا يعني مدى أعرف مدى أعرف شون تستعامل أنتوا بالشارع هاي رقم وعد رقم اثنيا ماكو قانون ها نسيت العراق ما بيقانون وهنا القانون فيقدرني سوى كل شي وما يلجئا للقانون لأنه قانون ما يجيب لين شي لأنه القانون يجيب شي كان جاب حق المتظاهرين كان جاب حق الناشطين اللي تم اغتيالهم كان جاب حق هاب الوزني ووشام الهاشمي وغيره وغيره وصفاء وهواية كان جاب حق الإعلاميين اللي تم الاعتداء عليهم كان جاب حق المتظاهرات من أصحاب الدرجات العليا والمتظاهرين والمعلمين والمحاضرين نسيت أنا أعتذر عن الكلمة لكن لكن بالفترة الأخيرة دا لاحظ أنه كل واحدة عرفت لها ظابط تغلط علىها بالمرور تضربها تنزعها برجلها ما تدير بها والظابط ذاكي المفترض هو ظابط يعرف القانون ويشتغل لحماية القانون وشغله الأول والأساس هو حماية أمن المواطن والوطن ويعرف هذا الشي بس هو بنفسه يتجاوز على القانون حتى يحمي ذني يا ترى ليش الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع أول تعليق من فريد شمخي يقول يجب تطبيق القانون على كل شخص يتعمد الإساءة لظنه أنه معروف ولديه علاقات تمنع تطبيق القانون عليه شيما جعفر يجب إعادة الاعتبار لرجل المرور فهو سيادة القانون بالشارع نعم صحيح بشار الصفار شنو المرور حاية تنصيص فعليا بالعراق اليوم حاية تنصيص رجل يأدي واجبة ليش هل تجاوز من هب ودب شمس الأمير يقول عادي هذا زمنهن والحكومة كلها إلهن أكو واحد يحكي وياهن وهذا اللي دي يصير همينا بالعراق كل اللي قالوا الأخوة واللي اللي علقوا أيضا على هذا الموضوع قالوا الكثير بما يخص المؤثرات الفاشنستات البلوغرات كلها صحيح السؤال اللي ينطرع هنا يا ترى هاي الدولة اللي طق عمرها سبع تالاف سنة هاي الدولة اللي أسست شرائع وقوانين هاي الدولة اللي ماضيها حكم حكم العالم بابل الأولى والثانية سومر أكد آشور الدولة العباسية حكمة العالم هاي الدولة اللي كانت رقم صعب أمام العدي هاي الدولة اللي ما أكو شخص احتلها في يوم من الأيام وفلح لدرجة إنه هولاكو وتيمور لنك اللي هما كانوا يقودون وحدة من أعظم الإمبراطوريات بالعالم في وقتها وصلوا إلى حدود بغداد واضربوا بريك وما قدروا يعبرون الأوروبا ولا الأفريقية يا ترى هاي الدولة اللي كانت عصية على الجميع ليش اليوم أصبحت هي بيد من هب ودب شوني يعني فاشنست شوني يعني بلوغر شوني يعني مؤثرة مؤثرة من المفترض أن تكون مؤثرة لإفادة الناس مؤثرة بالضد من الخطأ مو اللي تسوي الخطأ لكن اليوم اللي دا نشوفه بالعراق راكبين سيارات آخر موديل عايشين أحسن عيشة يغلطون على العالم محتواهم مبتذل إلى أبعد حد تسعين بالمئة بل خمسة وتسعين بالمئة من الشعب العراقي مرايدهم وهنا اللي حكما بسبب أكو ضباط هم اللي دا يخالفون القانون بسبب أكو وزارة ما تدافع عن القانون بسبب أكو رئاسة وزراء ما تراقب عمل وزاراتها بسبب أكو برلمان هو سلطة تشريعية وسلطة رقابية وما يأدي لا واجب التشريعي ولا واجب الرقابي بسبب أكو رئاسة جمهورية أعتذر عن الكلمة نايمة عبد الرزاق من باب الحياة كالله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أفل بالنسبة للوقرات والفاشنستات التغطية والتسمية اختلفت نحن بدأ في الوقت نسميه الغجريات لكنه شوي هاي تسمية تثقيفية وديمقراطية لها لن نحن تطيق بطيق أحسن نا لن يلغى جريات ساد أفل اليوم الهين صالتهم وجعلتهم بالبلد ومع كل الأسف يعني الضباط اللي يديرون حماية هذا البلد يعني يمشون بأوامرهم يعني أنت لما الآمر لما الضابط تمشي عليها وحدة غجرية تمشي عليها الأوامر تقول البلد تايع يعني البلد ما محمي من ناس شرفاء نا شوف أستاذ أفل أتذكر فد موقف الضابط المخابرات العراقية أو مدير المخابرات العراقية الله يرحمه أستاذ عبدالخالق السام الرأي هالعقلية متقدة لكنهم شي سوي سبب يعني الخلافات خسر العراق هذه الشخص عبدالخالق السام الرأي في يوم الأيام اجتماع بالرد الضباط ذكر يسمعوني الضباط مالتو هذه ذكرون هذه الحادثة اجتماع بهم وعلى الشغلات يعني هم كانت أكوش المخبر احنا سيسمين المخبر السري نا كان يعني يستخدمون ضباط المخابرات هذه الشغلات هذه وبالأخص العنصر النسوي فصير خلافات بين الضباط وتوصل للمحاربة بيناتهم على موت هذه الإنسانة فعبدالخالق الله يرحمه من اجتماع بهم رزلهم قالهم أنتو الضباط وتعبانين على نفسكم ومو على موت إنسانة متزقة أنتو بيناتكم دون الخلافات شو من أنتو بتقودون البلد فشو من الفرق بين رجال ذاك الوقت بين رجال خردة اللي جايز يقودون البلد بهذا هذا الوقت يا أستاذ أفل لأجل لأجل الشعب العراقي لأجل الدفاع عن الزيول والميليشيات حتى على موت يبقون يسترقون وينيهبون براحتهم هذه دخلت بالموضوع يعني ما رئيس الوزراء فأقول القصد يا أستاذ أفل بإنه البلد هذا مختصر مفيد استحياتي إليك نعم شكرا جزيلا لك أستاذ عبدالرزاق اللي هو اختصار هيقول أنه ضباط عراق أو البعض البعض أنا ما دعش عن الخيرين منهم أو اللي مارس المهنة بحق أنا أحكي عن من يحاول أن يتجاوز على شرف المهنة من يتعامل بهذه الصورة أو من يحمي هؤلاء اللي هو من أجل الفساد الخلقي والإداري يتجاوز على كل القوانين تسألوا عراقيين عن أسباب تفشي الفقر هذا البلد الغني ثرواته ووحدة من عندهم الثروة النفطية واللي بالطراد مستمر من عام 2003 حد اليوم أكو معادلة ما مفهومة اللي هي تكشف لكم سطوة الفساد الإداري والمالي وهدر أموال الدولة أحصائيات أشارت أنه نسبة الفقر بلغت تقريبا 25% من إجمال عدد السكان دولة اللي تحت خط الفقر بوقت أنه احتياط البنك المركزي العراقي فوق 115 مليار دولار من أوجه الفقر والحرمان هو لجوء كبار الثن حتى يشتغلون حتى يعيلون أسرهم بوقت يفترض أنه يتمتعون هؤلاء برعاية صحية واجتماعية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية بغداد تفعلوا عراقيين بحسرة بألم ومقاطع وصور متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي لامرأة مسنة محني ظهرها وهي تبيع مواد غذائية حاجيات بسيطة الرصيف البسطية بسيطة بمشهد يمثلكم حال هاي الشريحة من العراقيين نتشوف مرة كبيرة بالعمر وبهذا المنظر نقول هنا على الدنيا السلام والله العظيم تتألم من تشوف هاي مناظر داخل بغداد أو داخل العراق بصورة عامة مرة تقريبا عمرها بالسبعين سنة تفتلش الأرض وتبيع بها شغلات جدا بسيطة حتى ما تميد إيدها للرايح والجاي وهي الأمر العجوز تبيع شغلات بأنه تبيع شغلات بسيطة مثل علاغات وأكل وزيت وهي الترتيبات حتى ما تميد إيدها للرايح والجاي اللي أتمنى من الكل بأنهم من تشوف هاي عالم يشتري منعدهم لأنهم ما يجدون يعني ما يمدون إيديهم فقط يشتري منعدهم وساعدهم بعيدة عن كل شي إلى كل جاي يشوفنا أو اللي شاف هذا المقطع تخيلها أمك اللي أتمنى قراصات سوارات ورق مع اللعب معين تكرمون أحذية نايلون أحذية صوف أقلام رصاص وأقلام تلوين علاليق بطل زيت بطل 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 هاي المرة من وصلة لهذا السن بدول العالم يكرموهم يقولون رحم الله والدك وصلت لهذا العمر أقعد استريح إجا الوقت اللي إحنا نعينك به هاي المرة لما بهذا السن تشتغل فما بالك بالأطفال أنا أعتذر ذكرنا الأطفال تعالوا نشوف الأطفال هاي أطفال العراق همين عايشين بظروف قاسية دولة يشتغلون خطية أنه يلمون قواطي من الزبل يبيعوها حتى يوفرون لو ما تعيش لهم هذا اللي صار وين بمحافظة التأميم يا محافظة هم محافظة غنية بالنفط وبها مصافي نفط ليش حتى يلمون فلاسين تفاليس تعالوا نسمع الله عليكم تلتألاف أمانة برضو تلتألاف ألفين ألفين ها أشو أشو طريعا 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 تلتألاف يا أمة محمد بنت بنت نص صبح طالعا بنص الزبالة ها بنص هاي ترضون تعجها لكم بنص دبالة ترضون من يرضاها أحلى مو مسلمين مو أمة محمد أمة محمد هاي أي وحد خلي جاوبني شو بني خلي جاوبني خلي يكون يترضون هذا الفيديو قصينا طبعا الفيديو طول أربع دقائق أو خمس دقائق هم أربع جهال أخوة ولد وثلاث بنات طلعنا لكم هاي صور اسمها سارة أو سالي وبنيها فوق عربانا وأخوها وياها هو اللي سوق السلتوتة ووحدة صغيرة وياهم ثلاثة آلاف من نص صبح لللي اللي ينمون بلز بالة ثلاثة آلاف يعني إذا نضربها بآلة حاسبة بالشهر ذني لمن ستين ألف عفوا تسعين ألف يعني بين ستين دولار شهريا ذول الأربعة الأخوة الصغار الجهال المحرومين من حق اللعب والتعليم وحق الطفولة علينا وعلى العراق شهرياتهم ستين دولار قصر بجمع بالسنة يجيبون سبعمية وعشرين دولار الله وأنك يا علي العلاق لما تطلع وتقول آني الفاتورة ما التليفون ابني على الانترنت يشترين بهن شدات مال ببجي خمسة مليون دينار وأن يجي يشوف ذوله على ثلاثة آلاف في اليوم وما لاقيها أبو مهند يقول والجماعة يسرقون مليارات الدولارات من أموال الشعب وهذه النتيجة حسبنا الله ونعم الوكيل أبو حسين يقول لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إشقدكوا ناسب هذا البلد مثلهم وثروات البلد تنهب حسبنا الله ونعم الوكيل أم محمد حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم كان سببا في دمار الناس ومحمد عراقي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ظلمنا وسرقنا وقتلنا وهجرنا وطغى وتكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فعلا الله أكبر على كل من طغى وتجبر أثارت حملة ملاحقة وترحيل اللاجئين السوريين من العراق بذريعة مخالفتهم شروط الإقامة وتسليمهم للنظام بشار الأسد مخاوف ناشطين ومنظمات معنية في مجال حقوق الإنسان بسبب المخاطر المترتبة من عمليات التسليم والانتهاكات المهددة الحياتهم كشفت الحملة التي أطلقتها حكومة إطار التنسيق برئاسة محمد الشاعر السوداني عن التخادم الذي يصير بين ميليشيات الإطار ونظام الأسد في سوريا بعد استغلال الانتفاقيات الأمنية الموقعة ببياناتهم بالأيام القليلة الماضية تم احتجاز عناصر أمن حكوميين بالعراق لعدد من اللاجئين السوريين رحل بعضهم إلى دمشق وتم سحب أوراق ثبوتية لآخرين من بينهم نساء وأطفال حتى يرحلوهم إلى دمشق مصادر محلية تقول تم توقيف عشرات السوريين بمناطق مختلفة بالساعات الأخيرة وراء عمليات مدامة لأماكن إقامتهم في العاصمة الحبيبة بغداد أقارب أحد الموقفين أفاد أنه أقاربة أو قريبة لم يخالف شروط الإقامة يمتلك ورقة طلب لجوء من الأمم المتحدة مع ذلك القوى الأمنية داهمت مكان إقامته مع عدد من السوريين ووقفته واقتادوهم إلى سجن الإقامات ناشد المواطن السوري الحكومة والعراقيين يوقفون إياهم ورما اطلتهم ظروف المعيشة واللي دا يصير ببلدهم أن يهاجرون وجوية منه خطار عندنا تعالوا نسمع تساعدونا بموضوع الإقامة اللي احنا أخوتكم مانا غيركم ترى لحنا السوريين ما عدد لنا مكان يعني وين نروح ما عم نعرف لحنا بالعراق الموضوع اللي أنا عم أشوفه أنه لحنا اليوم عم نطلع كأنه لحنا حرامي أو مجرمين يعني تطلقتنا مو حلوة أبدا من العراق حالفترة هاي وبتمنى من كل العربي شريف وأهل العراق أنتوا مقصرتوا أنتوا هالنخوي وأهل كرم ولحنا شايفين خير منكم بس بتمنى أن نتساعدونا الموضوع الإقامة يا جماعة فضلا وليس أمران وبد المقطع يطلق وإذا حدا عم بيشوفني أنا كل حبه واحترامي لأهل العراق وشعب العراق إحنا شعبنا كتير تعب يا جماعة شعبنا السوري تعب كتير بشكل يعني يعني ما عاد دولة تستقبلنا إحنا السوريين أخوتكم أنتوا العراقين ما أنا غيركم ترى وعرّز جميعا محشوما أي كلمة قالها في حق نفسه بس حقه لما نقول أنه أنا ذا حس نفسي مجرم بهذا البلد واني جاي لاجئ إلي ناشطين سوريين يقولون أنه اللاجئين دا يتعرضون ببغداد وعدد محافظات العراق إلى ملاحقات أمنية حتى يرحلوهم ومن بين أنه الهواية من الشبان السوريين اضطروا إلى أن يتركون أعمالهم بالمحال التجارية أو المطاعم خوفا من حملات الدهم والملاحقة والاعتقال ناشط سوري شدد أنه إعادة اللاجئين إلى دمشق عبر مطار بغداد الدولي هي بمثابة إطلاق حكم الأدام عليهم لأنه سيتم تسليمهم إلى نظام الأسد ناشط الشعب العراقي أن يوقفون وإخوانهم السوريين حتى يمنعون حملة الترحيل القصري لأنه اليوم هم لا لهم وطن ولا لهم مكان سوى العراق وكونوا يتواجدون بشكل رسمي وعدهم أوراق ثبوتية رخص أمنية من البلاد تم تدقيق ملفاتهم أمنيا وهم ما يمثلون أي تهديد أمني اليوم السوريين بالعراق متضررين والله العظيم يعيشوا حالة رعب الحكومة العراقية تتبع إلى إيران ما في خيار ثاني يعني يفلوا جماعة لا إلى مطار دمشق مشان يروحوا على ساكر أو إلى أفرع المخابرات هذا الفيديو لكل سوري حر شريف لكل عراق أبو غيره ها أبو الغيره ها أخوتنا العراقيين احنا هلكم أخوتكم مني جيتونا بال2004 حطناكم بعيون والله ما حسين أنكم غريبين عننا وانتوا أصلا أهلنا هذا الفيديو برسم كل عراقي وكل عراقية كل حر شريف كل واحد برأسة غيرة ناس فقرة ناس ما لهم حد تم ترحيله للآن ألاف السوريين بيهجموا عليهم على المطاعم على المحلات بيأخذوهم قصرا بكلبشوهم كالإرهابيين هي خلص قلوا غادر البلد وهاي اختار الدولة ثانية السودان الصومال تشاد الهند بنقلاد شو هم تروح يروح بس مو تجبلوا قصرا الحكومة العراقية هي حكومة إيرانية تسرق أموال السوريين الأبرياء الناس الفقرة بالعراق عبر الممتحدة وفوق هيك ترحلهم ألف تحية للشعب السوري رقم واحد رقم اثنين كلمة للأخ الناشط والشعب السوري أتمنى يعرفها كل ما أردأ أقول لكم إياها وخلوها ببالكم فرقوا بين اللي جاكم قبل الألفين و أربعة أو قبل الألفين و ثلاثة واللي جاكم وراء الألفين و ثلاثة اللي جاكم وراء الألفين و ثلاثة هربوا من الحال اللي صار بسبب اللي جوكم قبل الألفين و ثلاثة أنتوا جتكم دفعتين جتكم ناس قبل الألفين و ثلاثة وصاروا يبيعون سبح يام السيدة زينب وغيرها ثانية بلش الاعداد ان يكونوا معارضة للعراق يمكم في سوريا في تسعينيات القرن الماضي وراها اتيسروا الى الى دول اوروبا وامريكا واخذوا جناسي وجوه للعراق بجناسيهم اثنانية وصاروا يحكمون بسبب جو جيد ذولة اللي جوكم قبل الالفين وثلاثة انهزموا اللي جوكم ورا الالفين وثلاثة فاللي جوكم ورا الالفين وثلاثة حالهم من حالكم واني واحد منهم اما كلمتك صحيحة توجهها لهم ذولة اللي اللي يحكمون اليوم للعراق واحد منهم نور المالكي اللي عاش في سوريا فترة مو قصيرة قلهم انسيتوا الخبز والملح الخبز والزاد انسيتوا انه في يوم من الايام انه انتوا لجأتوا الى سوريا بوقت لما جنتوا تقولون انه احنا هاربين من الديكتاتورية هاربين من النظام البوليسي احنا معارضين لدولة ومعارضين لنظام الريد انحرر الشعب العراقي من الديكتاتورية والنظام القمعي قلهم نسيتوا لما انتوا طلعتوا حجيتوا هذا الكلام ورحبنا بيكم خليناكم تعيشون بنصنا وما احد مسكم بكلمة وما احد حاربكم وما بيوم من الايام اجا واحد لزمكم من اشتافاتكم او من ياختكم وسلمكم للنظام السابق نسيتوا ذني كلهن نسيتوا وقفة الشعب السوري مع ابناء الشعب العراقي بعد الحرب لما مئات الالاف من ابناء الشعب العراقي طلعت ونزحت الى سوريا والمملكة الاردنية الهاشمية ذني البلديا اللي هنفضل على العراق وعالعراقيين لما نستقبلوهم بظنكة فمو يجي اليوم اللي هم يجون يستنجدون بينا ويجون يمنى ويصير خطار عندنا ونقول له الخطار هذا الباب والدفرة عيب اتمر اليوم الذكرى الواحد وعشرين لتأسيس هيئة علماء المسلمين بالعراق اللي انطلقى سنة الفين وثلاثة من جمع غفير من علماء العراق بالداخل والخارج بعد الاحتلال الامريكي الغاشم بشكل مباشر اخذت الهيئة على عاتقها من اليوم الاول لتأسيسها ان تصد تصدي سياسي واعلامي للمشروع الامريكي المتمثل بالعملية السياسية ودعم المقاومة الوطنية العراقية ضد هذا الغزو القاشم للعراق اضافة الى تجديد العهد للشعب العراقي بانه هي راح تبقى مدافعة عنه وعن كرامته وكرامة العراق وامنه ورازده للمؤامرات اللي تحاكي ضده وان تسعى بشكل دقوب ومخلص ويا كل المخلصين حتى يتم تحرير العباد والبلاد من ظلم الظالمين للمزيد عن ابرز محطات الهيئة بمسيرتها التاريخية بسياق الانفوغرافيك التالي اللي عدى لنا قسم التواصل الاجتماعي القناة الرافدين متابعة ممتعة قلنا للعملية السياسية لا لا نقول لها نعم لانها جاءت لتقسم العراق وتقسم الشعب العراقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لن تنالوا بعون الله تعالى من عزيمة الهيئة ومن عزيمة من سار في خط الهيئة من الشاف البارحة المسرحية كانت اكون مسرحية كوميديا بمناسبات عيد الفطر المبارك اللي والرد الايراني على اسرائيل انتقاما لقصة سفارتها بدمشق ردود فعل تسمت اكثرها بالسخرية بسبب توعد طهران بهجوم وصفته بالساحق والماعق قبل ان يقر وزير الخارجية الايراني انه طهران ابلغت واشنطن انه الهجوم على اسرائيل راح يكون محدود مثل ما تم اعلام دول الجوار والمنطقة قبل موعد الرد ب72 ساعة قبل ثلاثة يام هم قالوا المهم على هالأساس تفعلوا مدونين على وسم مسرحية حفظ ماء الوجه ويا ريت له حفظه بشكل ساخر على طبيعة الرد الايراني اللي ما اسفر عن اي خسائر لا بشرية ولا مادية بين صفوف الصهاينة تعالوا نقرأ هاي التعليقات مشعل بن ثامر بن محمد الوجهان غرد على منصة اكس بعدما شفنا تلك المسرحية الهزلية بين الكيان الاسرائيلي وايران نقدر نقول انهم شركاء في كل شيء وإلا لماذا ايران تخبر امريكا بانهم ارسلوا مسيارات وصواريخ لضرب الكيان الصهيوني ولم يتأثر اي شيء في اسرائيل وكلنا شهدنا ايام حرب الخليج عام تسعين كيف الصواريخ العراقية التسعة واربعين اعتذر منك تسعة وثلاثين هي بالحقيقة فعلت في اسرائيل فعلتها واحترقت اسرائيل ايامها الفرق بين الهجوم الايراني في الفين واربع وعشرين والهجوم العراقي عام تسعين ان الهجوم الايراني متفق عليه مع امريكا واسرائيل والهجوم العراقي كان بدافع العداء مع هذا الكيان الصهيوني وفيصل عبدالله السبيعي ايران ما همها فلسطين ولا غزة ولا الدم العربي المسوك ولا الارض العربية المقتصبة ايران ردت على هجمات اسرائيل لقنصلياتها بكل لطف وحنية ومحبة لحفظ ماء وجهها وبعد استئذان امريكا واشعار اسرائيل حيث لم يصب اي اسرائيلي باداء عبدالله القصاص الاضرار التي كانت تحدثها صواريخ حماس في الرشقات الصاروخية من قطاع غزة المحاصرة في رشقة واحدة اقوى من صواريخ وطائرات ايران المسيرة يجب ان يعي الجميع وحسن اسليماني قول حرب ايران واسرائيل الحالية عبارة عن مناورات تدريبية متفق عليها بين الدولتين لاختبار بعض القدرات العسكرية قدرة المسيرات الايرانية وانظمة رادار القبة الحديدية الاسرائيلية لصد هجمات الصواريخ التي تطلق ضد اسرائيل هذان التغريدات كلهن كانت على هاشتاغ غزة منصة اكس وهو مسرحية حفظ ماء الوجه السؤال اللي يطرح هنانا والتعليق الاهم قصف قنصلية راح واضحاياها وانظمة كل اللي يشتغلون بهاي القنصلية هل هم اغلى من اكثر من 30 الف شهيد في غزة هل هم اغلى من قضية غزة هل هم اغلى من القضية الاسلامية هل هم اغلى من البشر هذا السؤال اللي انطرح هنا ليش هسه صار الرد او ما يسمى بالرد الايراني ما يسمى رد ايراني لعبة سواء صارها ومضحكة هم والسؤال الثالث اللي يريده رد يبلغ انا طياراتي طارن أنا طيارتي فوق البصرة طيارتي فوق الميسان io طيارتي وصلا للنجف ها عبران بابل وصارم فوق الحدود وأردنية صارم فوق البحر الميت ديروا بالكم احنا جايين بالضبط بالضبط أنا حرامي بايقني وخابرة ديروا بالك قليلت أنا جايك ديروا بالك بأنني وصلت لك أنا بالسيارة أنا براثي الشارع دقيت الطبيعة سوف أقترى الباب وهمتقر إلى الجارع عمي فارت من زمان وهذا اللي صار البرحة نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى في أمان الله موسيقى